نداء إلى رئيس وزراء كندا اللي سيزول ملكة يعني بسبب تتداعى عليه كل الحقدة الآن تتداعى على رئيس وزراء كندا اللي فعلا أنا معجب فيه جاستن ترودو نداء خاص اترك لك بصمة لقاسي إنك تحضر كل السوريين المظلومين كلهم كندا تسع لو جبت كل العرب لو جبت كل الشرق الأوسط تسع كندا تسع بمساحتها وبأموالها ثم لأنكم شاركتم بظلم السوريين نعم حط إصبعي بعينك وقل لك شاركت أو كندا شاركت بظلم السوريين كيف؟ بأنهم تركوا المجرم مجرم روسيا بوتين إنه يذبح ويسلخ وينسف وسكت والآن قاعدين تدفع الثمن بأوكرانيا بل ربنا يلطف من حرب عالمية ثالثة الحرب عالمية ثالثة بدأت ولكن اللهم سلم سلم أن يطفئ هذه النار بدأت بكل معانيها وكل مقياس يدل على أنها بدأت فلذلك قبل أن تغادر وللأسف شديد أنك ستغادر وأكره أنك تغادر اترك هذه البصمة حق على كندا حق على كندا وبرقبة كندا أن يحضر السوريين يأتو بهم إلى كندا ويخدموهم ويعوظوهم لن يعوظوهم لن نعوضهم لن تعوضهم أحبابهم وطبيعتهم وديارهم ديارهم ولم تعوضهم ولكن بس يعني تضميد جراحهم لذلك الله سبحانه وتعالى جعل كيد المعتدين في نحرهم يعني اللي احنا قاعدين منشوفه آية من آيات الله فعلا بمعنى الكلمة آية من آية الله هذه السورية العجوز اللي قاعدت تدعي على من قتل أبنائها وظلمهم وجوعهم وشردهم انتوا بتفكروا ايش بتفكروا قسما برب الكعبة أقسموا بالله أكبر راس مع احترامي لأكبر شيخ لا يستطعني أن ينفي كلامي أن دعوتها ليس بينها وبين الله حجاب عندها واسطة قوية هذه السورية اللي قاعدة هيك وبتدعي هذه هي غيرة العالم ولذلك نصيحة وطبعا يسمع كلامي وزراء وجالس مع وزراء بل جالس مع ومتغدي مع رؤوساء وزراء بكندا سابقين والأيضا الحالي جوستن ترودو الرئيس المحترم بلغوا هذه النصيحة أنك تترك بصمة تترك لجسي تترك شرف أنك تأتي بالمظلومين وتضمت جراحهم وكندا قادرة على ذلك نعم كندا أثبتت خلال السنين أنها قادرة على نصرة المظلوم أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم موسيقى ترجمة نانسي قنقر